بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسكتسين مرحبا بكل من اتحاقت بقناتي قناة أم عبد الرحمن الفيديو جد مهم ومخظوظ اللي شافح طبعا كثير من الأمهات حتى وإن كانوا ولادهم ديجا فوتوا قلبيا معندها ولد ولا بنت فوتوا لقدام هذا ولدام ولدها هذا ولا بنتها اللي راي فوت تبقى معلوماتها نقصة على وش يدي ابن التعق لقاعة الامتحان كاين اللي يجير قاعة الامتحان مسكين خايف رفذ ذكر مقلامة في هالأقلامة تاعه وصال طبعا وكاين اللي ما عنداش فكرة وش يرفض معاه وش يجيب معاه وش وش هي الأشياء اللي غير ممنوعة فقط جرأ منه يجيب واحد الصوال لحما يحسب وش عليها إذن هذا الفيديو راح نخبرك وش اللي ممكن للابنة تاعك يجيب معاه ويرفذ معاه مدار القاعة الامتحان طبعا هي الشيء المسموح الوحيد المسموح له باش يجلس معاه إي صح التعبير يجلس معاه في الكرسي تاعه ومع الطابلة تاعه هي مقلامات تاعه بالصح بإمكانها يجيب أشياء أخرى مثلا مثلا كوراس مثلا صباحا عندهم اللغة عربية وتربية إسلامية كين فاصل زماني بين مدة اللغة العربية ومدة تربية إسلامية كين تنميذ يجيبوا كوراس تربية إسلامية يعاود يراجع بعض الآيات ولا يستدرك بعض الآيات هذك الكوراس كي يجيبه يحطه في المكتب عند مكتب الأستاذة الحارسة وكي كمل اختبار اللغة العربية يدي كوراسة على الساحة يراجع به كي يدخل يعاود يحطها عند مكتب الأستاذة إذن بإمكانه لإبن التعاك يجيب الوثائق التعاك يجيب حبي راجع يجيب كوراس تاريخ جغلا فيه وكوراس تربية مدنية ويراجع به بين ومدق الجرس كين يدخل الجرس للأستاذة الحارسة والأستاذة الحراس وحدهم يجو يدعي هذك الكوراس والذيك الوثيقة ومثلا يا كان في الحصة الثانية كمس وقت وقلت كين كم المادة الأولى يمشي الأستاذة الحارسة يرفض الأدوات التعاك كامل الكوراس تعاك ويخرج الإستراحة ويخفظه طبعا هذه تعتبر من غير الممنوعات هو يمنع أنه يخليه عنده في الطاولة نظر أنه واضحة يخليه عنده في الطاولة يمنع بالصحة الخارج من الإمتيحة ولا رعا داخل ما زال ما دقش الجرس وما زال ما وزعوش ليش يجيه هنا من حقها يراجع ومن حقها يشت كوراسة هذه الحاجة لولا ثانيا كين يقول لك ما تجيب حتى حاجة أجيب المقنامات تاك ولا كين بعض المراكز حتى الماء ما فيه بالنسبة للأساتي ذا للتلميذ لا يعطون لها الماء الماء هو الأخير لا يعطون لها تعرفوا بل سخوته في المساء الماء حامد قاعدوا كان الماء لا يعطون بردو لك ويقسموه لك هي كائنة يقول لله أستاذ يجيبهم بردو قسموه للثاني التلميذ يجيب قرعة على الماء ويضعها قدامه ما كان من اديها علي ما كان من اديها علي قرعة بردو سيخطوع للثمات العشية العشية السخانة سخانة والمديتي وترميذ يعطش حاجة و هذه بالنسبة للماء أعطيه قرعة ما بردو سباح والله العشية ما كان مني يشد عليها الماء يجيب قرعة ويضعها قدامها ما كان من يدها علي حاجة أخذ أخرى ثاني كثير من التلاميذ أولادنا يصبح قلبه مرفوض يصبح قلبه مرفوض ما يكون لك حتى حاجة يصبح شواربها صفر وقلبه مرفوض وفمها بارد ويخرج كذلك بدون فطر كل شي توجدي لها بصح يخرج بلا فطر كذلك هنا أعطيها الحلوة الحلوة والله الشوكلاة حسب ظروف العائلة الشوكلاة والله أعطيها كم شتى حلوة كان دي سنتر يقسموا الحلوة على التنميذ هذا الحلوة ليس من ميزانية الدولة هذا فقط الإدارة المسؤولة على است المركز الإدارة عي است المركز الكورتيزي وقسموا الحلوة على التنميذ كان اللي ما يقولك لا أنا ما نعطي حلوة لا أعطيها الحلوة الحلوة البنتك والولدك الحلوى اللي تشوف هي يحب يديرها يتناولها وكذلك الشوكولات كذلك الترميذ جاب مثلا جاب أحبة تفاح وجابها ما كان من يديها رحا في الطاولة ما كان قعمل يدوله باللوم جتاع الأكل ما كان من يدوله بوشته يأكله وقت الاستراح على خاطرش كما نقوله تفاحة والله بانان ممكن يوسخ لها الورقة يوسخ لها الورقة ربعا أنا هنا نتحدث على أشياء تحسبيها من ممنوعات واضح الفيديو كين أشياء ضروري يرفضها كما الاستدعاء وهذه كلكم عارفينها يلقي الجيبة أنا هنا نهضر على أشياء تحسبيها من الممنوعات استعمال الألوان كلي يقوله كتب بالحمر وكتب بالزرق كتبه بالأزرق فقط هنا التلميذ يكتب بالأزرق ويكتب بالأسود يدير العناوين بالأسود ويكتب بالستيل والأزرق في حالة ما يكتب بالألوان شيء طبيعي شيء طبيعي تصحح الورقة لو كان يكتبها بقلم رصص تصحح يعني التلميذ مش يقول لها يا كتبت بالألوان يقطعوا لك ورقة كل ما يصحوها لك شو توصححها الورق توصححها الورق الورقة التلميذ تصحوا يخذ التلميذ حقه حاجة أخذ أخرى اللي نبهك عليها الاستيرو ماجيك هذك يذوب كين وين بحل الأوراق نجيفه بعضها وحكم الحرارة تتمحى الكتبه حذاري من الاستيرو ماجيك حذاري من هذاك ما تعطيش الابنة تاعك لا تصححش الورق بالصح ما تعطيش الابنة تاعك يكتب باستيرو زرق ويكتب العناوين ولا مثلا إجابة عن السؤال أو مثلا يكتبها باستيرو كحل يستعمل الكحل ويستعمل القلم الأزرق ويستعمل الأشياء الهندسية والرصومات والقلم الرصاص كذلك استعمال اللي يفاصر يقول لها هي من أحسن تجنب تاعه صح تلميلا دال اللي يفاصر صح حنا ورقينهم دالين اللي يفاصر وصح حنا لهم أعطيناها نقطة كاملة كين أشياء بحل تخاف منها الأم ويقعدوا حذور في الطفل عندك تدير هاكا كين عندك تتنسى كين أشياء مثلا ينسى رقم التسجيل حد وكيخرج للدار نسى رقم التسجيل نسيت رقم التسجيل وكيما ينسى ونكتبه بأساديذة الحراس ويرقبه في الأورق لا ينقوش تسجيل لا ينقوش حم سنية في الورق ينقو بلاسته هذه الأشياء بحل سرية ما قد ينقوش يحاود يرجعوه ويسروا بلبلة في الساحة والله وقسم الثاني وما لا ينسى وعلى ما فيرفيوتوش يكتبوه يكتبو له يخوفو التلميذ بها فقط بش يحضر باله صح لو كان ينساها ولا تأكد بلي الحارس اللي راه وراه يفيري فيه ويسيختو رقم التسجيل ولا داد نيسونس ما كان السينياتور تحت تلميذ هذا وكل هذا يصحوهم له ويكتبو له عادي طبعا كانت هذي بعض النصائح الأمهات اللي عدتهم وولدهم البجام إلى لقاء في فيديو أخر بإذن الله